اشتركوا في القناة هدفنا الأول سنبرز أهمية الثروة النفطية في دول مجلس التعاون وهدفنا الثاني سنوضح خصائص النفط في دول مجلس التعاون أما هدفنا الثالث والأخير سنحدد أبرز مواقع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون باستخدام الخريطة يتركز النفط في شرق جزيرة العرب وفي مياه الخليج العربي النفط بقايا نباتية وحيوانية تغسبت داخل طبقات غسوبية سميكة يكون النفط عادة على شكل مادة النزجة تعلوه طبقة من القاز الطبيعي توجد حقول النفط والغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون في الجهة الشرقية حيث توجد طبقات الصخور السميكة أعزائي الطلبة خريطة دول مجلس التعاون والمياه الخليج العربي نرى في الجهة الشرقية المحددة أمامنا باللوم الأحمر مناطق النفط والغاز الطبيعي في الجهة الشرقية كما هو محدد أمامنا في الخريطة توجد حقول النفط والغاز الطبيعي في دول المجلس سوى برغية وبحرية وأبرز حقل نفطي في دول مجلس التعاون يسمى بحقل القوار في شاق المملكة العربية السعودية كما نرى أعزائي الطلبة الخريطة التي شرحناها في السابق تحدد لنا مناطق تجمع النفط والغاز الطبيعي في الجهة الشرقية لدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون تخزن وتنتج أكبر كمية من النفط والغاز الطبيعي في العالم في دول مجلس التعاون ثلث الاحتياطي العالمي من النفط في دول مجلس التعاون ثلث الاحتياطي العالمي من النفط وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميا يقدر نصيب دول مجلس التعاون بخمس الاحتياطي العالمي من القاز الطبيعي تنتج دول مجلس التعاون خمس الانتاج العالمي من النفط ولدول مجلس التعاون تسعة بالمائة من الانتاج العالمي للقاز الطبيعي ونستهلك نحن في دول مجلس التعاون 22% من انتاجها من النفط والغاز الطبيعي وتصدر الباقي إن النفط في دول مجلس التعاون قزير الانتاج وسهل الاستخراج والتصديق يتميز النفط في دول مجلس التعاون بسهولة استخراجه وقزارة انتاجه طول عمر الاحتياطي قرب الحقول من موانئ التصديق موقع متميز بين أهم مواقع استهلاكه اليابان وجنوب شرق آسيا في الشرق ودول أوروبا في القرب أعزائي الطلبة لننتقل إلى النشاط الختامي لدرس هذا اليوم ضع علامة صح على يساغ العبارة الصحيحة وعلامة اكس على يساغ العبارة الخاطئة فيما يأتي السؤال الأول منطقة الخليج العربي من أهم مصادر الطاقة في العالم إذن الإجابة صحيحة لننتقل إلى السؤال الثاني توجد حقول النفط والقاز الطبيعي في دول مجلس التعاون في الشرق إذن الإجابة صح لننتقل إلى العبارة الثالثة يقدر نصيب دول مجلس التعاون بالثلث الاحتياطي العالمي من القاز الطبيعي إذن الإجابة خاطئة في دول مجلس التعاون نصف الاحتياطي العالمي من النقط العبارة خاطئة تستهلك دول مجلس التعاون 22% من إنتاجها من النفط والقاز الطبيعي إذن العبارة صحيحة يتميز نفط دول مجلس التعاون بموقع متميز بين أهم مواقع استهلاكه العبارة صح وإلى هنا أعزائي الطلبة أن تهداثنا لهذا اليوم ودمتم سالمين